قبل ما سيب فيتوريا قبل ما سيب فيتوريا في خبر في منتهى الأهمية في منتهى الأهمية كلام كتير قوي تعالي النهاردة ومبارح ومبارح والأهم اللي فاتت عن إن جريده المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي هو المرشح الأقرب لتولي مهمة المدير الفني للمنتخب الأولمبي هذا الكلام غير صحيح غير صحيح جريده مش هيجي المنتخب الأولمبي طيب مين بقى مدرب المنتخب الأولمبي اسمع المفاجأة دي هي مفاجأة حلوة بالنسبة لي أتمنى تبقى حلوة بالنسبة لكم تحدي الكرة كلف فيتوريا بالبحث عن مدرب برتغالي يكون موجود على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي يعني يا فيتوريا لشح لنا مدرب أنت عارف إنه كويس أنت عارف إنك هتوقف تشتغل معاه في الفترة اللي جاية وإحنا نعينه مديراً فنية للمنتخب الأولمبي طيب فيتوريا عمل إيه؟ فيتوريا بالفعل في البرتغال دلوقتي بيقعد مع مدربين برتغاليين يسمع منهم عشان يرشح للاتحاد المصري مدرب يتولى المهمة الفنية رسمياً كمدير فني للمنتخب الأولمبي لو تفتكروا أول ما فيتوريا جيه لمنتخب مصر ده كان رأيي النبوية إن الراجل جيه وإحنا بنتكلم على مشروع لازم يعرف يشتغل مع المنتخبات الأخرى لأعمار السنية الأقال طيب عشان يعرف يشتغل معاهم ويحط فكره في المنتخبات اللي تحت كمان لازم يتعامل مع ناس فاهمينه وهو فاهمهم فيستحسن إن هو اللي يختار وده اللي عملوا اتحاد الكرة ما عملوش لما سمعني اتحاد الكرة خد قرار صحيح والرأيين متشابهين قرار في منتهى الزكاء على الأقل الناس مع رأيه وانت ممكن برضو يرشح ناس اتحاد الكرة يبقى عنده تعليقات عليهم فيقول له لا مش هينفع بس حلو إن هو اللي يقول عشان ميجيش يقولك بعد كده مفيش تعاون بيني وبين المدرب التاني وانا عايز الأعمار السنية اللي تحت يلعبه واربعة ثلاثة ثلاثة وكل واحد تحت عمال يلعب ثلاثة خمسة ثلاثة وثلاثة أربعة ثلاثة واربعة ثلاثة ثلاثة واحد وانا طريقتي مختلفة فلما عيبت تتصعد بما بتبقاش فاهمة أسلوبي فحلو حلو يبقى فيه تعاون وفيه تواصل وفيه تنصيق شيء رائع عايزي من أنا بصوا بصراحة شديدة عايزي من أنا الشغل اللي بيعملوا الاتحاد الكورة في الفترة الأخيرة أنا أكتر واحد في المكان ده انتقدت الاتحاد الكورة بس هي الفكرة أو يعني من أكتر الناس بحيبش دايما أقول أكتر واحد بس من أكتر الناس اللي انتقدت الاتحاد الكورة بس خطوات في الآخر كده حلوة نشيد والحكاية مش هجوم مخلاص وهي مش خناقة يعني مش هنمسك في بعض طول اليوم هنتصالح يعني وحننبسط وهاي بقى فيه حاجات حلوة زي ما في كان فيه حاجات وحشة ونقول للناس برافو عليكم طورتوا كملوا على كده طبعا احنا دايما نتحدث عن مشروع للقرى المصرية حتى الآن هو فيه جزء حصل من المشروع ان احنا جبنا مدرب قدير وتعايدنا مع أربع سنين بس احنا اتكلمنا كتير عن حيات كتير المفهود تحصل في القرى الله يبقى فيها شغل وشغل عملي الفترة اللي جاية